هو شيء حلو ونفس الوقت مو حلو في كيميا إذا في مسلسل أنا نطرته اليوم في مشهد خلصت عليه الحلقة متى يبدو باتشر المسلسل وانطر لي حلقة باتشر علشان أشوف هذه اللذة راحت خلاص ما شفت الحلقة اليوم عادي أدش على اليوتيوب أشوفها ليش؟ اليوم اللذة حتى صارت اليوم باللمة قبل الأسرة كانوا يقعدون في البيت بالصالة قاعدين مع بعض يطالعوا مسلسل ومندمجين فيه وهذا يقول كلمة وهذا يقول حج ويقول تعليق أحيلا قاعد بغرفته وآخر الليل حط الأيباد ويطالع مسلسل خلص حلقة 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 ذكرت بوضعي أنا وخواتي في المن كل واحدة قاعد نضغبتها وطالع فيلم وطالع مسلسل أي شي طافها وهذا للأسف الوضع اللي احنا وصلنا له يعني هو مو حلو ونفس الوقت حلو كل شي لا وقته إنه يعني أضيع وقت ما عندي شيء هالفترة خصوصا للتزامات كل واحد عنده دوام عنده التزامات سويها نادي أي شيء فهذا قلل من جمعات الأهل بس في يعني يوم بالأسبوع اللي هو الزواريت يوم وعن فيه بس هم للأسف كل واحد ماسك تليفون وقعد الزاوية أكيد أكيد الله يعين الله يعين إن شاء الله على طالع تواسر إن شاء الله لا لا ما راح تروح لا إن شاء الله تروح الشيء يشمسينا صارنا قاعد نقول لحد شيء هذا باشر بتروح باشر بتغير باشر تنتهي وبعدين تتغير البرامج بس راح تصبحوا ضالين نفس الشيء على موضوع السوشال ميديا لا بس في شيء يعني في مرحلة الحين قاعد نوصل لها خلاص زهقت نفس المواضيع قاعد تتكرر في السوشال ميديا يا هواش يا غلط يا أشياء بالمفروض ما نشوفها واذ قاعد تكرر فأعتقد إن الإنسان خلاص يوصل بمرحلة اكتفاء ما أبي أشوف خلاص أشوف لي شيء ثاني كانت هبت المسلسلات راحت بسبب السوشال ميديا الحين ردت مرة ثانية لأن المحتوى واحد اللي صاير في السوشال ميديا كل شيء يتغير مع السلامة السوشال ميديا